تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم التي يتم تنفيذها بالمدينة وفقا للتوجيهات الرئاسية وقد جاء ذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر كوب 27 حيث أكد مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين تأتي في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير المدينة ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة وتعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية الموجودة بالمدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي المميز